تحسين ظروف العراقيين وتحقيق الإصلاحات المنشودة آمال بعيدة المنال هذا ما وصل إليه تقرير لموقع أوريان 21 الفرنسي الذي ذكر بوعود مصطفى الكاظمي حين تولى رئاسة الحكومة الانتقالية في العراق قبل عدة أشهر وتصريحاته الرنانة بشأن محاربة الفساد والحد من العنف ضد الناشطين والمتظاهرين المطالبين بدولة نزيهة ولا طائفية التقرير الفرنسي نبه إلى أن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية مهمة صعبة فخزينة الدولة فارغة أصلا فعلى الصعيد السياسي يعاني الكاظمي من ضعف ونجاحه بات مستبعدا لأنه مرتبط بسياسيين مخضرمين من أمثال عمار الحكيم وحنان الفتلاوي وستة آلاف آخرين من كبار المسؤولين مثقلة ملفاتهم بالفساد وأكد التقرير أن أي محاولة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد سيواجه بمقاومة كبيرة من قبل الفاعلين السياسيين الذين يخشون فقدان امتيازاتهم كما يؤكد ذلك تقرير لمعهد كليني كينديل الهولندي للدراسات الذي أكد أنه سيكون من الصعب التوصل إلى تسوية سياسية تحد بالفعل من شبكات المحسوبية في العراق مرجحا أن يبقى السجل المالي للعراق في المنطقة الحمراء لعدة أشهر أو سنوات قادمة دون حلول ويصف المعهد الهولندي إجراءات الحكومة الإصلاحية بالخجولة للغاية لأن إعادة هيكلة الإنفاق العام وخفض موازنة الدولة ورواتب الخدمة المدنية وتحفيز القروض لإنعاش الاقتصاد لن تكون كافية لإتاحة مخرج حقيقي من الأزمة وختم التقرير بالقول إنه من شبه المؤكد في ظل الظروف الحالية لن تكون كل إرادة العالم كافية لوضع العراق المتعثر على قدميه مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر